من يوم ما شفت اسم حضرتك كمرشح لنقابة الصحفيين اكيد زي زي كل ناس انا مش نقابية مش في طبع الصحفيين لكن مهتمة لان انتوا مهمين جدا وحابة اعرف فكرة بقى الحرب الشرسة اللي كانت تجاهك فكرة كل الضغوط اللي انت اتعرضت لها بالرغم ده كملت الاخر وقت بمنتهى السبات كان ايه اول حاجة بزينا حضرتك وانت بتعلن ترشحك وين فوزك يعني استقبلت الخبر ازاي انا عايزة بس ابدأ ان اشكر كل زملائنا في النقابة اللي هم عملوا انتخابات مهمة جدا اللي هم الطرفين كل من اختاروا اللي اختاروني ولم اختارونيش لان الحقيقة كانت الرسالة الاولانية في ان احنا عندنا نقابة لسه حية وقدرة على الانتخاب وقدرة على انها تجري منافسة انتخابية شريفة وعادلة وعشان كده الشكر بتوجه لكل الاطراف فيها بما فيهم المنافسين كمان في الانتخابات رأي انت حدريك شفتي المشهد وشفتيه صعب بس هالحقيقة انا اقول لك ان دي ربما هي اسهل المنافسة انتخابية انا خطها مش عشان سهولة المنافسة مع طرف التالي لا اللي هي ما فيهاش هجوم شديد انا تعرضت لمنافسات ربما اصعب داخل انتخابة الصحفيين انما المرة دي هي كانت منافسة فيها قواعد اكثر عدالة رغم بعض المراحزات طبعا اللي هي التفصيلية اللي هي لا علاقة بفكرة طريقة المعالجة الاعلامية في وقت من الاوقات وده كله كلام بس المهم داخل النقابة وداخل المؤسسات الصحفية داخل النقابة وداخل المؤسسات الصحفية احنا خذنا منافسة شريفة حقيقية على قاعدة النقابة وعلى قاعدة مبادئ النقابة وعلى قاعدة الصحفة نفسها ما شفناش تجريحات زي ما كان بيحصل قبل كده ما شفناش اي حاجة شفنا معركة انتخابية او نفس انتخابية طريقة بالنقابة الصحفين المصريين وبالصحفين المصريين باحترام كل المصريين ودي حاجة انا شايفة كانت مهمة قوي كانت محتاجها الصحفة او النقابة في الوقت داخل اخطاع كبير من الصحفين وردنا الامل لكتير من المصريين اللي هما فكرة الانتخابات يعني عادة سيقال خلينا نقول بشكل أكثر تفصيلا أنه كان أحد المرشحين أمام حضرتك هو مرشح الدولة مرشح الدولة يعني كل الإمكانات والمؤسسات تدعم وده مش غلط بالعكس فكرة بقى أنه نطلع بفائز يعد على المعارضة ده برضو لصالح الدولة سيطر بالضبط أنا بتكلم على كده عشان من هنا كنت منافسة أنا شايف أنها منافسة معبرة عن نخابة الصحافين من طول الوقت عندنا متنافسين كل واحد على أرضيته بشكل أو بآخر قريب من مجموعة قريب ممثل للصحافة القومية ممثل لأول مرة بس هي الجديد بقى في انتخابات الانتخابة الصحافية السعادية لأول مرة نقيب من خارج المنظومة الرسمية بشكل عام اللي هي سواء مؤسسات قومية أو حتى مؤسسة صحفية كبيرة أو حتى من خارج المؤسسات الخاصة لأننا دلوقتي صاحب موقع أو كنت رئيس تحديم موقع صغير يأخذ النفسة دي وينجح فيه الحقيقة دي رسالة مهمة أنا تقديري أن رسالة مهمة الصحافيين نفسهم قرروا أن هم يقولوا أن نحن يعني ده كلام نسمعته طول الوقت أن نحن جبنا واحد من عموم الصحفيين بشكل عام نحن عايزين حد يعني تعرض لما نتعرض له من أزمات وطرف فيها وحسس بيها ده ربما رسالة تجعل كل الأطراف تعيد التفكير في مفهوم العمل الصحفي في مفهوم أن احنا كلنا كل مشترك في مفهوم أن كمان إحنا عايزين أي من النقابة وعايزين أي من الناس اللي بيخودوا معركة النقابة وعايزين أي من الناس الجوة المؤسسات القومية عشان يحسوا بمشاكل الزملاء داخله الحالة لما يحصل حالة انفصال بين أي قائد نقابي أو حتى مسؤول تحريري كبير ومن المجموعات بتاعته هذه رسالة ربما أراد الصحفيين إرسالها بشكل عام داخل في المنفس الانتخابية الأخيرة مش عايزة أقول حتى معركة إنها كان منفسة عادلة وشريفة وعلى أرضية نقابة الصحفيين اشتركوا في القناة